تطورات خطيرة جدا في تونس بعد وفاة الشخص كان شارك في احتجاجات 14 جنفي اللي فيت وحديثة الوفاة التالية بش نتعرف عليها كيفاش نتعرف علي موقف حركة النهضة مواطنون ضد الانقلة بسهم بين سدرين عدة شخصية اخرى سامير ديلو الى غير ذلك من هالحادثة هذه واللي نلقاه حركة النهضة تحركت بسرعة بش تطلب انه يتم ايقالة وزير الداخلية وزير الداخلية اللي هو اصدر قرار الاقامة الجبرية في حق نوردين البحيري وزير الداخلية اللي يمنع المحامين انهم يحضروا او يزوروا نوردين البحيري حسب ما شفنا من تصريحات اليوم حركة النهضة تطالب بايقالة توفيق شرف الدين وتقول ان وريذا بوزيين توفى في جريمة كميلة الاركين على حد ما جاي في بيان الحركة وتحمل رئيس الجمهورية قيس سعيد وتوفيق شرف الدين المسئولية في هالجريمة هذية تقول جريمة قتل رذا بوزيين اللي هو مواطن توفى نظرا لتأثر بإصابته بعد ما تعرض للعنف الشديد من قبل اعوان الامن اثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة نهر الجمعة 14 جنفي في تونس العاصمة ممن جرى عنه نزيف حاد في الدماغ حسب كلم حركة النهضة اتهمت النهضة السلطات بإخفاء وضعية ريذا بوزيين اللي وصفته بالشهيد على عائلته اللي ما علمتهمش لمدة خمسة يام توا قد ذهب في قسم الإنعاش بمستشفى لحبيب ثمر تعتبر حركة النهضة ان ريذا بوزيين توفى في جريمة كميلة الاركين تودين الجريمة الشنعاء نتيجة العنف الشديد حسب تعبير البيان حرفيا وتقول انها تحمل رئيس الجمهورية قيس سعيد من مسؤولية الكيملة عن قتل الشهيد ريذا بوزيين بسبب السياسات اللي ينتهجهم منذ إجراءات 25 جويل اللي تصفهم بالإجراءات الانقلابية وخطابة التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين تطالب حركة النهضة بإيقالة وزارة داخلية اللي هي ما تسميش وزارة داخلية تقول بإيقالة المكلف بتأسير وزارة داخلية توفيق شرف الدين باعتبار المسؤول المباشر على العنف اللي تم تسليطه على المظاهرين السلميين في عدة محطات وعملية الاختطاف والاحتجاز القصري خارج القانون وهون تقصد في نوردين البحيري تدعو زيدة حركة النهضة القوة الحقوقية والديمقراطية إلى توحيد الجهود ضد الانقلاب حسب تعبيره وهذا حشد وتجيش ضد رئيس الجمهورية قيس اسعيد وضد وزير الداخلية تقول لتخليص البلاد من آثار الانقلاب على كل المستويات خاصة على مستوى الحرية العامة والخاصة تؤكد أنها ستتبع اللي ستقوم بتتبع القانوني لكل المتواردين في هالجريمة الشنيعة ووقوفها إلى جنب عائلة الفقيد في مسار المطالبة بحقوقه ومحاسبة الجونت نلقى أنه زيدة مواطنون ضد الانقلاب أعلنت على وفاة أحد المشاركين في مظاهرات 14 جنفي في أحد المستشفيات تقول تعرض لإصابة اختيرة بسبب العنف المفرط اللي مورس على المتظاهرين والقيدي السابق في حركة النهضة سامير ديلو يقول أنه ريذا بوزيين توفى بسبب تعرضه للعنف الشديد من طرف البوليس في أماكن حسيثة من جسمه نذكر مع بعضنا أن المظاهرات لخرجة 14 جنفي خرجت رغم تحذيرات وزارة الداخلية رغم تحذيرات اللجنة العلمية رغم يعني التصريحات اللي شوفناهم الكل بأنه راهم باش يتم منع التظاهرات نلقاو أنه سامير ديلو يتهكم على يعني بلاغ وزارة الداخلية يقول روية وزارة الداخلية تقول أنه تقيأة في شرع محمد الخامس يوم 14 جنفي 2022 على ساعة الرابعة فحملته سيارة الإسعاف فمات هذا يحاول يلخص يعني البيانة بتاع وزارة الداخلية ويصف بالشهيد يقوله شهيد ريضا بوزيين من سكان حي الشباب سيدي عبد الحميد سوسة أصيل مدينة كسرة من ولية سلينا أصله الأصيل نلقاو زيدا سيهم بن سدرين قالت على رئيس الجمهورية إقالة وزيرة داخلية ودعاة يعني اللي هي رئيسة الهائة الحقيقة والكرامة اللي انتهت الولاية امتحها دعاة رئيس الجمهورية أنه يقيل وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد خبر وفيت واحد من المشاركين في المظاهرات انتعى 14 جنفي وهتقول لازم يتم تحديد المسؤوليات في هالجريمة جريمة قتل تعتبرها وإحالة الجونات إلى القضاء على حد تعبير سيهم بن سدرين نيابة العمومية شنو قالت في هالموضوع هذي مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قالت أنه نيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية تلقات بتاريخ 19 جنفي اعلام صادر عن اعوان مركز الامن في سيدي البشير في تونس ما فيدو أنه تم اختارهم من طرف إدارة مستشفى لحبيب باثيمر بوفاة شخص تم قبوله منذ 14 جنفي مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية يقول لك يعني أنه التحريات الأولية بينت أنه إحدى سيارات الحماية المدنية نقلت بتاريخ 14 جنفي شخص عثر عليه بحالة اغمي قرب قصر المؤتمرات في تونس العاصمة نقلته إلى مستشفى لحبيب ثامر نفس البالاغ يقول لك من خلال المعاينة المجرات من طرف ممثل النيابة العمومية تبين أنه المتوفي لم يكن يحمل أي أثار عنف ظاهرة وتم فتح بحث في الغرض وأذنى بعرض الجثة الهيلك على قسم الطب الشرق اليوم البالاغ هذا والنيابة العمومية تقول لك ما فهميش أي أثار للعنف بينما البريانات الأخرى مواطنون ضد الإنقلاب حركة النهضة الكلهم يقول وراه تعرض للتعنيف الشديد معناها وطبعا نذكر وأنه فما عدة صفحات منسوبة لمبادرة مواطنون ضد الإنقلاب كنت أكدت أنه المظاهر هذية واحد من الناس اللي شيركوا في التحرك الاحتجاجي نهار 14 جنفي وليتم إيقافهم وتوفى اليوم بأحد مستشفية العاصمة في إشارة إلى الفقيد ريذا بوزيين يحب يقول أنه الرواية ذي كغالطة مش هزهم المظاهرات للمستشفى في السبيتار من وقته يحب يقول أنه وقفوه ونتيجة لما تعرض له داخل سجن الإيقاف تم نقل إلى المستشفى اليوم أين توفي هذي حسب رواية متع مواطنون ضد الإنقلاب اللي فما بوليميك كبير اليوم اللي فما ردة فعلة قوية في تونس اليوم يعني قضية تهز الرأي العام في وفاة هذا الشخص ورواية يعني كل مرة نسمعه في رواية دونك تم فتح بحث تحقيقي للكشف على الملبسات الحقيقية وأسباب سيني طبعا المعلومات أو المعطيات الرسمية تقول لك أنه الهيلك هو أصيل ولاية سوسا القاوة الأربعة ونتعي العشية نهرجم 14 جانفي بصدد التقيع في شرع محمد الخامس ليتم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقله إلى مستشفى وسط العاصمة وأدخل إثرها العناية المركزة أين توفي صباحا اليوم هذي حسب المعطيات التي تحصلت عليها إذاعة موزاييك تقرر إعادة تشريح جثة الهيلك بشي حدو الأسباب العامل العلمية لي وفيته بالكامل خاصة وأنه وجوده بشراع محمد الخامس الزمن مع التظاهرات اللي شدها شراع الحبيب بورقيبة والشوارع القريبة منه وطبعا هذه مباشرة روايات يعني تتدخل الرواية رسمية اسمعني هل قالتها أنيابة العمومية على كل في انتظار أنه نشوف هالتطورات وين بشتوصل وهل يقيل رئيس الجمهورية قيس ساعد وزير الداخلية على خلفية هذه الحادثة نعم أم لا هل يبشون تابعوه في الساعات القادمة